شخص يقول أصبت بالزبزبة أزينية وطولي بابيني الدكتور عمل موجات صوتية بالمنذار قبل ما يتعمله صدمة كهربائية تعالوا النازم يعمل هذه الموجات الصوتية وأظهرت الموجات بالمنذار وجود جلطة داخل نتوء الأزين الأيسر فهل هذا خطر أم لا؟ جالوا الزبزبة أزينية الزبزبة الأزينية هي برعا أن الأزين القلب ما بينقبتش بيرتجف نحن عارفين القلب عبارة عن أربع حجرات الحجراتين العائلاتين هما الأزينين والحجراتين السفليتين هما البوتينين الأزين بينقبض والبوتين بينقبض عشان هذا الإنقباط يحرك الدم من جوه الأزين فما يحصلش معناه على الركود طب هنا بقى ما فيش انقباض للأزين الأزين بيرتجف بيرعش فالدم المتراقم جوه الأزين ده لما ما يتحركش يبقى في ركود طب أي دم راقه كده يجلط الدم اللي واجبناه كده في أمبوبة كده يتجلط على طول فتراكم الدم داخل الأزين نتيجة حدوث الزبزبة دي هيعمل نوع نوع الجلطات لذلك مريض الزبزبة أول ما بشخصه على طول دواء السيولة في الحال ومش الأسبرين لأدوية سيولة معينة بتضاد هذا التجلط عشان محصلش جلطة للدم المتراكم جوه الأزين طيب هو هنا راح للدكتور لقى عنده زبزبة أزينية ما نعرفش الزبزبة دي حصلت إمتى حصلت من يوم ولا من يومين ولا من أسبوع ولا من شهر كل ما زادت مدة الزبزبة زادت فرصة حدوث جلطة جوه الأزين لأن الدم متراكم يوم غير يومين غير أسبوع طبعا ايه المريض أنا معرفش بالزبط حصل له الزبزبة دي إمتى فأنا مش عارف هل الدم اللي تراكم ده تجلط ولا ما تجلطش طب عشان أعرف أعمل إيه مش حينفع الموجات الصوتية دكتور مايكل تشخص لي جلطة جوه الأزين ولا بالزاد فحاجة اسمها نتوء الأزين الأيصر إيه نتوء الأزين الأيصر ده؟ برعا زي جيب كده أو زيدة موجودة جوه الأزين ساعات الدم بتراكم فيها تجلط فأنا مش حقدر أعرف بالموجات العادية إيه كل عندي ده مش هيبين لي النتوء ده فحقول له من فضلك اعمل حاجة اسمها موجات بالمنزار ليه يا دكتور أعمل موجات بالمنزار عشان حضرتك تتأكد أن الدم اللي تراكم ده نتكت الزبزبة ما تجلطش طيب هو طبعا هنا بعد الموجات بالمنزار لو كنا ما لقناش فيه جلطات كنا هنعمل حاجة اسمها صدمة كهربية اللي هي ديسي شوك ودي نوع من أنواع علاج الزبزبة يعني ساعات مريض الزبزبة لو بديله أدوية ومحليل ما بترجعشي الدربات تنتظم فبنعمل زي صدمة كهربية في ثانية بترد على طول الدربات طيب هو هنا عمل المنزار لقى جلطة هل ينفع بقى نرجع الدربات ما ينفعش لأن لو احنا رجعنا الدربات وفي جلطة جوه الأزين هتروح تطلع برك الجلطة دي هتمشي في الدورة الدموية بقى لقدر الله تتركم تروح للمقك تروح للإيد فما ينفعش هنا هقوله معلش احنا مش هنقدر نعمل ارتجاع تاني ان احنا نرد الزبزبة دي نرجعها للانتظام التضيعي فلازم حضرتك هنا في الوضع هنعمل ايه بقى هنمشي عدوية السيولة عدوية المضادة للتجلطات ندوب هذه الجلطة شهرين ثلاثة ونعيد المنزار تاني لو لقينا التجلطة دي دامت وممكن تدوب بالنسبة كبيرة بندى بقى الأدوية المحليل او الصدمة الكهربية اللي هي بترد الزبزبة عشان كده برضو عايز اواعي واقول اللي يجيلو يا جماعة زبزبة ما يستنياش ميعودش مدة طويلة لان كل ما بيتأخر فرصة حدوث تجلط بتزين يعني علاج الزبزبة القوزينية قبل 48 ساعة حاجة وبعد 48 ساعة ما اقدرش بعد فترة ارجعها تاني بندى بقى أدوية سيولة أدوية مهدية النبضات قبل لذلك اللي يشعر بأي اضطراب طبعا اضطراب الزبزبة دي بتبقى احساس مختلف مش مجرد دربات سريعة كده لا ده نوع من نوع الرفرفة اللي هي غير منتظمة يعني القلب يعني زبزبة او العين يقول كده القلب برفرة او سريع او مش منتظم فدي مهمة جدا لان لما بنعالجها بدري فرصة حدوث جلطات بتكون قليلة